احبائي طالبات وطالبات الصف الاول السنوي انا مرحبا بكم مع انا مستر رحمد بن مجد ومعد المادة علمية اللي جديدت الوقت التعليمية في مادة الجغرافيا وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن ملهج الترم التاني في الصف الاول السنوي. المفترض ان انت في الجغرافيا درس الترم الاولاني عن كل الزوارة الطبيعية اللي موجودة لهي الازمانة الجيولوجية والتدريس وكننا بتكلم عن الخريطة واهمية الجغرافيا والعلمها المختلفة كل ده كان ترمى اول الترمى التاني لما انتهينا او الترمى الاول لما انتهينا بالنبات الطبيعي والحيوان البري بدأنا به الترمى الاول باهمية الجغرافيا تعالنا نبدأ الترمى التاني بالنمو وتركيب السكان بيقول لك ان السكان في مصر ليهم حاجة اسمها نمو وحاجة اسمها تركيب تعالنا نبدأ الاول كده بيقول لك ان مصر هي غنية بكل الطاقات والموارد البشرية اللي تعتبر المحور الاساسي والهدف الرئيسي منها هو وجود التنمية او ان احنا ننمي المجتمع اقتصاديا. طيب بيقول لك انا عشان انمي المجتمع اقتصاديا اللازم احصل على بيانات يعني اخد بيانات دقيقة عن عدد السكان اللي موجودة عندي. طيب اول حاجة بيقول لك ان انا ممكن اجمع او اكون عندي كمية كبيرة جدا من البيانات الخاصة بالسكان او مصادر جامع البيانات بالنسبة للسكان. بيقول لك ان من الاول كده بيتمثل عندنا ان احنا ممكن ناخد اما عن طريق التعداد السكاني او عن طريق الاحصاءات الحيوية. التعداد السكانية يعني عدد السكان بيقول لك تعداد يعني هو جمع. جمع ايه? قالك هو جمع معلومات او حصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان. من الحيث عددهم وتوزيعهم والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في مكان معين او منطقة معينة خلال فترة زمنية معينة. ده معنات اعداد. يعني انا عدي السكان. اعرف اردهم ايه? توزيعهم فيه? الاماكن اللي بتركزوا فيها. الكسافة المرتفعة والمرخفضة في المناطق دي. وكمان اوضاعهم سواء كانت اقتصادية او اجتماعية لمنطقة معينة فترة زمنية محددة. مصر تعتبر اقدم الدول العربية او اولى الدول العربية والافريقية في اجراء عمل تعداد سكاني. عمل التعداد سكاني دوت عن طريق جهاز اسمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. هو جهاز المسؤول عن عدد السكان. طيب خد بالك ان اول تعداد سكاني بدأ فمصر كان سنة الف تمامية اتنين وتمانين وده وقت الاحتلال البريطاني. وبعد كده بدأ يتم التعداد كل عشر سنوات فمصر بتعمل تعداد كل عشر سنوات وكان اخر تعداد موجود عندنا عام الفين وستاشر. ده بالنسبة للتعداد يبقى احنا عرف ان التعداد سكاني هو حصر شامل للمعلومات الجغرافية او المعلومات اللي معتعلقة بالسكان سواء كانت في توزيعهم او كسفتهم او حتى الانماط الاقتصادية او الاجتماعية اللي بيعيش فيها. يعني انواع الاجتماع او النشاط اللي بيقوموا بيه النشاط اللي ايه? الاقتصادي. طب الاحصائي الحيوي. من اسمها احصائيات حيوية فبتسجل كل المعلومات الحيوية الخاصة بالانسان زي حالات المواليد. حالات الوفيات. مثلا ليكن الزواج. الطلاق. وده بدأ سنة الف وتسعمية واحد. طيب بيقول لك ان من اهمية وجود التعداد السكانية ان احنا بنحاول ننمي او نخطط للمستقبل في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد اللي هي بيسموها التنمية الاقتصادية. او التنمية الاقتصادية والاجتماعية زي ما قلت لك فوق انه بيدرس التعداد النمط الاجتماعي والاقتصادي. طب النمو السكاني. معنى كلمة نمو سكاني بيقول لك انه بلغ عدد سكان مصر حوالي اربعة وتسعين وتمانية من عشرة مليون نسبة. وده تبقى لتقديرات اللي كانت موجودة عام الفين وسبعة عشر. يعني اخر تعداد الفين وسبعة عشر قال ان مصر عددهم اربعة وتسعين وتمانية من عشرة مليون نسبة. وده كده معناه ان مصر مر بمراحل مختلفة من النمو اللي بيسموه النمو السكاني. زي الشكل اللي قدامك ده. دي معدلات النمو السكاني كانت تسعين في الفين خمستاشر كان تسعين مليون نسمة. الفين واثناشر كان حوالي تلاتة وتمانين وخمسة امان عشرة مليون نسمة. طيب في عام الفين وواحد وواحد وتمانين ونص مليون نسمة. دي كلها كانت تعداد لحد الاخر. طيب بيقول لك ممكن ان احنا نحسب معدل النمو السكاني عن طريق سهلة معادلة سهلة جدا. ايه بقى المعادلة بتقول ايه? المعادلة بتقول ان معدل النمو بيساوي عدد السكان في التعداد الحديث يعني لو عملت تعداد السكان السنة دي باشوف عدد السكان قديم. نقص. عدد السكان في التعداد القديم يعني السنة اللي من عشرة سنين فاتوا. اللي هو التعداد القبل بتاع السنة دي. على الفارق الزمن ما بينهم. اللي هو مثلا وليكن عشرة سنوات في المية. في بقى انت عرفت كده ان عدد السكان الجديد نقص عدد السكان القديم في التعداد القديم على المفترة الزمنية لبين التعدادين قوي بيدربهم في كامل في مية. تب يقول لك بيتحقق من مفهوم استخدام المعادلة ده اني لما نيجي نحسب معدل النمو السكاني بين اي تعدادين في البيانات اللامده لك وفوق فوق دي. هتلاقي ان معدل النمو السكاني بدأ يرتفع في مصر ارتفاع كبير جدا. طيب هل ده بيأثر فيه الزيادة السكانية اه طبعا. قالك ان من اسباب نمو الزيادة السكانية او النمو السكاني في مصر. حاجتين. زيادة طبيعية وزيادة غير طبيعية. يعني ايه زيادة طبيعية? قالك الزيادة طبيعية هي زيادة عدد السكان نتيجة لارتفاع معدلات الموليد وانخفاض معدلات الوفيات. تعال اقول لك على معلومة بسيطة. ان زيادة طبيعية عندنا بتبقى ثلاث انواع. معدل مرتفع يعني بيسموها زيادة طبيعية مرتفعة او منخفضة او ثابتة. طب امتى يرتفع لو الموليد زادت والوفيات قلت? طب امتى تقول الزيادة طبيعية منخفضة? لو قلت الموليد وقلت الوفيات فيبقى الزيادة وليلة طيب امتى تبقى سبتة لو كان عدد الموليد يساوي عدد الوفيات يبقى انت عرفت ان زيارة طبيعية هي فرق او ناتج الفرق بين معدل الموليد ومعدل الوفيات طيب لو زادت معدل الموليد وقل معدل الوفيات تبقى زيارة طبيعية مرتفعة زي ما انتو قلته كده طيب لو زادت او قلت انا اسف الموليد وقلت الوفيات تبقى انخفاض في معدل الزيارة الطبيعية طيب لو ساوي الموليد قد الوفيات لو الاثنين تساوي تقوم معدل الزيارة الطبيعية بتساوي السفرة او بتقول ان هي سبتة طيب ازاي احسب معدل الزيارة الطبيعية قالك احسب معدل الزيارة الطبيعية بتساوي هو ناتج الفرق احنا قلين في تعرفها هو ناتج الفرق يعني بنترح معدل الموليد من معدل الوفيات طيب ازاي احسب معدلات الموليد قالك معدلات الموليد بنحسبها هو عدد الموليد الاحياء في العام ده على عدد السكان في المنتصف العام يعني بجيب عدد السكان في نص السنة اللي أنا موجود فيها مثلا اللي موجود فيها الموليد في كام في مية أو أنا يسف في ألف فيطلع معاك المعدل وليكن 29 و 23 من 10 في الألف مثلا طيب خد بالك بقى هو إزاي بيحصل نموه سكاني بيحصل نموه سكاني لما بيحصل عندنا ارتفاع في معدل الموليد فيقول لك أن تعد معدلات الموليد في مصر مرتفعة جدا ليه لأن إحنا قلنا أن معدل الموليد لو كان مرتفع والوفيات منخفضة بالتالي بيحصل حاجة اسمها زيادة المعدل الزيادة الطبيعية تبدأ ترتفع فيجي يقول لك كده أن ارتفعت الموليد في مصر عام 2012 لحوالي 30 و 14 في الألف وده معدل مرتفع على مستوى العالم في حين أن معدل وفيات بيقل فبالتالي فيه ارتفاع في معدل الموليد ده بسبب زواج الأطفال اللي هم أقل من 18 سنة اللي انت عارفها الزواج المبكر للإناس أو مثلا البطالة خاصة بين الناس يعني السيطات ما بتشتغلش وبالتالي بيكون عرضة لأن هم ينجبوا عدد كبير كمان ارتفاع نسبة الأمية وارتفاع نسبة الفقر اللي بيدفع الأسرة لإنجاب عدد كبير من الأبناء لمساعدتهم إيه؟ اقتصادية فدي اسمها أسباب معدل ارتفاع أو أسباب ارتفاع معدل الموليد طب معدل وفيات قالك كلما كانت معدل الموليد مرتفعة ومعدل الموليد مرخفضة فبالتالي زيارة طبيعية بتكون مرتفعة طيب خد بلك بقى إن في كانت معدل وفيات مرتفعة في النصف الأول من الكرن العشرين لإن كان في حروب اللي هي حروب اللي انت خدتها بكافة لتعداد اللي هي حروب العدوان السلاسي والعدوان الإسرائيلي وهو حدوان سبعة وستين اللي هو العدوان الإسرائيلي يعني وكمان العدوان بتاع حرب فلسطين 1948 اللي احنا كنا بنحارف فيها وبعض الحروب وحرب اكتوبر كل دي أثرت على معدل الوفيات فارتفعت معدل الوفيات في الفترة دي اللي هي حسرت 1952 لكن استمرت معدل الوفيات في النخفض بشكل مستمر لحد ما قصلت إلى 6 أو 1 في الألف العام 2012 وده معدل منخفض بالنسبة للمستوى العالم طب أحس بمعدل الوفيات إزاي؟ نفس اللي حسبناه في معدل الموليد مع اختلاف النسبة إزاي؟ مش هنا قلنا في معدل الموليد هو عرض الموليد الأحياء على معدد السكان في منتصف العالم في ألف؟ نفس القصة بالزبط هتبقى عدد الوفيات على عدد السكان في منتصف العالم في الألف طيب دي زيارة طبيعية طب الزيادة الغير طبيعية هي زيادة عرض السكان نتيجة هجرة السكان والهجرة هنا معناها زيادة غير طبيعية سواء كانت داخلية أو خارجية طب لو داخلية هي انتقال السكان من منطقة لأخرى داخل حدود الدولة بهدف العمل او الاقامة او التعليم زي انت قال سكان من محافظة اخرى داخل مصر او مثلا هجرة سكان من الريف للمدن او البدو للمدن او البدو للكرة او المدن القريبة منهم كل ده عوامل بتأثر في الهجرة طب انا عشان اعرف الهجرة بتأثر او يعني ايه اللي بيخال الناس بتقليل مكان لمكان قالك عوامل عندنا اسمها عوامل جذب وعوامل طرد ايه عوامل جذب وايه عوامل طرد الجذب يعني الاماكن اللي انا بروحها بروحها ليه اكيد فيها حاجة مثلا انا بدوار عليها زي توفر فرص العمل مثلا هناك الفرص العمل موجودة ففيه اجور ارتفاع اجور او مثلا ارتفاع مستوى المعيشة يبقى من عوامل الجذب قلنا توفر فرص العمل ارتفاع او عوامل الجذب هي توفر فرص العمل ارتفاع الاجور ارتفاع مستوى المعيشة طيب يقولك انه بيتوفر كمان عندك الخدمات او تركز الادارة والحكم والمنشآت الترفية والثقافة دي بنحتاجها. يعني كل العوامل اللي انت بتحتاجها في المدينة هي اللي بتخليك تهاجر. فدي بيسموها عوامل جذب. طب عوامل الطرد ان مسلا المكان اللي قاعد فيه ما فيه فرص عمل. او لو فيه فرص عمل الاوجور بتاعتها قليلة. او حتى مفيش مستوى خدمات يعني مفيش صحة مفيش تعليم مفيش اماكن مسلا اقدر ان انا اتعالج فيها لو تعبت مسلا ما بيكونش فيها خدمات كويسة. او الملكية الزراعية في الاراضي الزراعية في المناطي الارياف تكون صغيرة فبالتالي مش كل الناس ما عندها اراضي زراعية فبيتجهل ايه? بيتجهل ان هما يرجعوا يروحوا للمدن ويسيبوا الريف. طيب ايه المحافظات الجاذبة? قالك المحافظات الجاذبة هي المحافظات اللي بيسموها محافظات الكبرى زي الكاهرة الكبرى ومحافظة اسكندرية. اكتر محافظات الجاذبة للسكان. ومحافظة القناة زي السويس واسكندرية وبرسعيد والبحر الاحمر وجنوب سيناء طيب التوارضة يعني اللي بيمشي بينها السكان فهي محافظة المنوفية والشرقية والغربية والدقاهلية وكفر الشيخ ومحافظات السعيد زي المينيا وسهاج وقسيوت وقنة والاكسر طيب بيجي يقولك كده لما الناس بتهاجر هجرة داخلية بتؤثر في ايه بيرتفع معدل النمو السكاني في المدن وبيقل في الريف او بيزيد في المدن الجاذبة للسكان بيرتفع نسبة ذكور عن الناس بالمحافظات المستقبلة للمهاجرية ظهور عديد من المشكلات زي مشكلة الازدحمة العشوائية وقفرة الايدي العاملة بالمحافظات الجاذبة ونقص العمالة خاصة العمالة الزراعية طيب الهجرة بقى الداخل الخارجية هي انتقال الشخص من مكان الى اخر خارج حدود الدولة سواء كان بهدف الاقامة او العمل او التعليم زيه زي التجارة الخارجية بس في مشكلة ليه؟ لان احنا هنا بيجي يقولك الهجرة الخارجية دي بتعمل حاجة اسمها عيز احسب الصافي يعني、、~~ مش في ناس بتهجر وناس بترجع فانا عايز اعرف مين عندي ومين مش عندي او أحسب الفرق ما بينهم هل اللجوم أكتر من المشيته ولا اللي مشوا أكتر من اللجوم فبيقلك بنسميها صاف الهجرة فيحسب الصافي عدد المهاجرين نائس عدد القادمين يعني احسب الناس اللي راحت نائس الناس اللي جت وهطلع على الناتج قد نية دي. بسبب ايه? بسبب انخفاض مستوى المعيشة او انتشار البطالة. فبالتالي الناس بتدهر على مكان تاني تشتغل عشان تاخد منه اجر فبالتالي يبقى في مستوى معيشة ليه. عدم توظيف القدرات العلمية مما يؤدي الى هجرة العقول المفكرة الى دول اخرى. عشان تقدر تتوظف وتشتغل. كمان وصول عدد من المهاجدين المصريين للعمل في الدول العربية لحوالي تلاتة مليون نسمة. وبتؤكد الدراسات ان سبعين في المية من الناس اللي بتهاجر بيتراوح عمرهم من عشرين لاربعين سنة. يعني اللي هي قوة الايه? العمل. طيب تعان نشوف التركيب السكاني. التركيب السكاني عندنا تلات انواع. تركيب نوعي زكور واناس. تركيب عمري هي الفئات العمرية. وتركيب اقتصادي اللي هي الانشطة الاقتصادية والحالة التعليمية. التركيب النوعي هو تقسيم السكان عن طريق النوع زكور او اناس. ويمكن حسابها من خلال تحديد نسبة النوع الى اجمال عدد السكان. يعني احدد النوع ده من السكان. بجيب النوع ده واطرحه من عدد سكان اعرف وقت دي ايه. طيب من المتابعة للتعليمات السكانية من الف وتسوية وتسعة وستين لحد الفين واثناشر نجد ان نسبة الزكور وصلت لواحد بخمسين واتنين من عشر. وبتختلف الزكور من محافظة المحافظة على حسب توفر فرص العمل. فالمحافظات الجاذبة بيرتفع فيها نسبة الزكور. والمحافظات التارضة بيرتفع فيها نسبة الزكور. طيب محافظات الجاذبة زي ما قلنا زي محافظات البحر الاحمر وجنوب سيناء. والمحافظات التارضة زي كفر الشيخ ومحافظة الاكسر. تمام? طيب التركيب العمري ليه علاقة بتركيب للسكان والتنمية الاقتصادية اه طبعا. انه كل ما زاد عدد الناس اللي هي يسمى قوة العمل اللي هو سينهم من خمستاشر لسن الخمسة وستين طول بيسمون قوة العمل هيزيد التنمية الاقتصادية. اما كل ما يقل عدد السكان في قوة العمل هتقل التنمية الاقتصادية. تعال نشوف كده. الفئة او شكل الهرمي اللي قدامك ده والهرم السكاني بيعتمايز ان فيه نسبة الزكور باللون الموف واللون اللي الجنبيه اللي هو اللون اللبني هو لون الاناس. بيقولك ان نسبة زكور ونسبة الاناس. النسبة الزكور في فئة قوة العمل بتبدأ من قوة من سن خمستاشر سنة لحد سن خمسة وستين سنة. ودي منتصف الهرم اللي بيسموها القوة السكانية. القاعدة هي بيسموها صغار السن والكمة بيسموها كبار السن. طب تعال نشوف كده بيقولك نلاحز ان الهرم السكاني يقسم عندنا القسمية. زكور واناس زي ما قلت لك. بيتقسم حسب الفئات العمري. النسبة الاولى من خمساشر سنة اللي هم اقل من خمساشر سنة من عمر يوم الخمساشر اللي هي صغار السن بتتميز بحوالي واحد وثلاثين وسبعة من عشر. ودي بتكلف الدولة ميزانية ضخمة. علشان نسبة الاعلى بتزيد فبالتالي بيطلبهم الطلبات بيسموهم الطلبات اجتماعية وتعليمية وصحية. طيب قوة اللي بيسموها العرم السكاني من خمسة عشر لخمسة وستين وبتصل نسبتهم الاثنين وستين وواحد من عشر. ودي بيسموها قوة العمل. اللي بتحقق التنمية الاقتصادية في مصر. اما بالنسبة لكبار السن هي اللي فوق سن الخمسة وستين سنة ودي برضو بتوسل نسبة الاعلى لان انا زيها زي نسبة الاطفال او زي صغار السن علشان خاطر بنوفر لها برضو مطلبات الاجتماعية اللي بتحتاجها. نستنتج من ده ان النسبة اللي موجودة عندك هي نسبة مرحوظة جدا من نسبة الكبار اللي هم بيسموهم قوة العمل وده معناه اني في ارتفاع في معدل النمو السكاني وبدأ معناه اني مش هنوصل او مصر مش هتوصل لمرحلة الاستقرار السكاني. طب التركيب الاقتصادي بنقسمه حسب النشاط الاقتصادي او الحالات التعليمية. طيب تعال نشوف كده. اللي قدامك ده شكل بيمثل النشاط السكاني. اكتر نشاط بيشتغل به السكان هو نشاط الزراعة. واقل عمل بيكون به سكان هو عمل التعليم. يبقى انت عرفت من الشكل اللي قدامك ده ان اكبر نشاط وذراعة. الخدمات الاخرى تسعة وعشرين. اتبارة تص BRG1 في اللي تعليم تسعة واحد من عشر في المية. التشهيد والبناء حدوشرة وستة من عشرة. التعدين والصناعة عشرة في المية. طيب الحالة التعليمية بيقولك ان نسبة التعليم مرتفعة جدا في التعليم اللي بيسموه التعليم المتوسط اللي هو الاعدادي. اقل النسبة للسكان الحاصين على التعليم اعلى من الجامعة اللي هي الدكتوراء والمشيستير نسبة الامية لازالك مرتفعة بالرغم من كل الدولة او الدولة بتحاول تحل مشروعات التنمية وده برضو بيقف امامها عائقة علشان تقدر تحقق اللي هي توصل لمعدل التنمية اللي احنا بندور عليه. طيب بيقولك ان برضو دي شكل بياني بيدل على معدلات التعليم اللي موجودة عندك ودي برضو بتيجي في الاشكال او في الاسئلة. طيب ده كده الدرس الاول اللي بيسموه النمط او النمو النمو السكاني والتركيب الايه السكاني. وان شاء الرحمن في الحلقة اللي جاية بازن الله هنبدأ نحل اكبر قدر ممكن على الدرس الاول ببنك الاسئلة وان شاء الله برضو هتابع معاكم اول باول. انا مستر رحمد بن مجد. ومنتظر كومنتاتكم. والمتابعة الشخصية. وان شاء الله بسفة مستمرة. ولو كان في خطأ فهو من الشيطان. اما لو كان في توفيق فمن الله عز وجل. وبازن الله نبدأ مع بعض ترمي جديد وترمي سعيد. واتمنى لكم الافضل في ان شاء الله في الحلقات الايه القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.